لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم ويقول الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم السيدات والسادة أبناء شعبنا الصابر الأبي إنها لحظات صعبة ومؤلمة مرت على المناطق والمدن والقرى الليبية في الجبل الأخضر التي تعرضت لهطول كميات غزيرة جدا من الأمطار وصلت ذروتها لنسبة أربعمائة مليمتر في بعض الأماكن هذا رقم لم يسجل عبر تاريخ ليبيا المناخي صاحبتها كرياح عاتية أدت إلى وفاة الألاف من المواطنين وإصابة الألاف منهم وما زال البحث جاريا عن المفقودين الذين جرفتهم السيول القوية وما تبع ذلك من حدوث الفيضانات الهائلة وانهيار لعدد من السيدود وسقوط الكثير من المباني والضرر الجسيم للمشاة العامة والخاصة وتتابع القيادة العامة عن قرب ولحظة بلحظة عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المفقودين حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخراج عددا من العالقين تحت الإنقاذ في مناطق متفرقة تضررت جراء السيول والفيضانات كما أنه تم إصدار تعليماتنا الفورية بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير الدعم اللازم من المعدات الطبية العاجلة وتسهير القوافل الطبية وتخصيص أماكن للإيواع ممن فقدوا بيوتهم ومنازلهم وذلك بالتعاون مع رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ولجة الطواري والإستجابة السريعة وكافة الأجهزة المختلفة للاستمرار ببذل كل جهود ومواصلة الليل بالنهار للتخفيف من آثار هذه الكارثة المؤلمة التي تعرضت لها هذه المناطق في بلادنا وقمنا بتوجيه الحكومة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار وضرورة البدء الفوري في إعادة رصف الطرق المدمرة وربطها بالطرق المعبدة لتسهيل حركة التنقل وإعادة التيار كارباي واتخاذ كافة التدابير اللازمة الفورية في هذا الخصوص وعلى جميع الجهات الرسمية خاصة المصرف ليبيا المركزي توفير التمويل المالي المطلوب والعاجل حتى تستطيع الجهات التنفيذية القيام بمهامها والشروع في عمليات إعادة البناء والصيانة المطلوبة في المدن والمناطق والقرى المنكوبة التي لا تحتمل التأخير أو التردد في دعمها بكل الإمكانيات فعدد المتضررين كبير جدا والأضرار بليغة جدا ويعجز المرء عن وصفها وحصرها فكل المسولين الليبيين اليوم وعلى اختلاف مسولياتهم ومسمياتهم ومسولياتهم يقفون أمام هذه اللحظات الوطنية والتاريخية الحارجة وكذلك أمام أبناء شعبنا الذي تعرضت مدنهم وقراهم للدمار وشردت مئات الآلاف من الأسر وفاق عدد الضحايا الآلفين حالت وفاة والعدد في ازدياد وآلاف المصابين ونفقدين إن مدن وقرى الجبل الأخضر على شم تنادي الجميع بسرعة دعمها ومساعدتها من هذه الفاجعة والإصراع في إعادة بناء بنائها وعودة الحياة لها كما أننا اليوم مطالبون جميعا أكثر من أي وقت مضى بالتعاضد والتآذر والتكاتف في مواجهة آثار هذه الفيضانات والعاصير والعاصير الضارية ونتقدم بشكر والتقدير لكل من ساهم في تخفيف من معاناة المتضررين ومد يد العون والمساعدة من أبناء الشعب الليبي الذين تنادوا من مختلف مدن ومناطق ليبيا لمساعدة أهلهم وأخوتهم في المناطق والمدن المتضررة وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنعبر فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة حيث أصدر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توجهاته بإرسال المساعدات الإغاثة وفرق الإنقاذ التي وصلت مبكرا إلى التي بدأت فعليا في المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وقام كذلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر الشقيقة كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بإرسال المساعدات العاجية وأذنى في ذلك أو في ذات الوقت فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن هذه الفيضانات وتعزيز جهود البحث والإنقاذ كما أبدت عديد الدول الأخرى استعدادها للمساهمة في تقديم المساعدات وإرسال المعدات الطبية وفرق الإنقاذ والمساندة فباسم الشعب الليبي نتقدم لإخوتنا وأشقائنا في هذه الدول العربية على هذه المواقف النبيلة وعلى استجابتهم السريعة وتقديمهم للدعم والعون والمساعدة لأشقائهم في ليبيا نسأل الله المغفرة والرحمة للمتوفيين من هذه الفيضانات والسيول وبالشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومقروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته